اشتركوا في القناة اكترون يتجدد واملون يتبدد ترامب يوقع مرسوما بعقوبات جديدة على روسيا ويؤكد ان العلاقات مع موسكو بلغت مستوى خطير ورئيس الوزراء الروسي يصف العقوبات باعلان حرب تجارية شاملة على موسكو بعد ايام من المعارك بين حزب الله ومسلحي جبهة النصرة في الحدود اللبنانية السورية هدنة بين الجانبين تقضي بمغادرة الالاف من المسلحين والمدنيين السوريين من عرسال والمعارضة السورية تصر على انها تتعرض لعملية اجلاء قصرية موسيقى وقت الامريكية الروسية تمر باسوأ حالاتها هكذا وصفها الرئيس ترامب في تغريدة له على تويتر بعد اقراره فرض عقوبات على موسكو وسط خلاف مع الكونغريس بشأنها ووصفها بالمعيبة عقوبات امريكية لمعاقبة روسيا على تدخلها المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وضمها شبه جزيرة القرن في اوكرانيا عقوبات اعتبرتها موسكو اعلان حرب تجارية كاملة ضدها وقال عنها رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف انها انهت الامال في اي تحسين للعلاقات بين البلدين بلو ذهب اكثر من ذلك حيث اعتبرها موجهة لشخص ترامب للاطاحة به على حد تعبيره اذا عقارب الساعة تعود الى الوراء الى اجواء الحرب الباردة بحسب المراقبين والتوتر بين واشنطن وموسكو يبقي السمة المميزة او يبقى السمة المميزة لعلاقة الدولتين والقضايا المرهونة بتوافق القطبين الكبيرين تبقى معلقة حتى اشعار اخر ويبقى السؤال الابرز هل من الممكن ان تخطي هذه الازمة والقفز عليها من اجل انفتاح ولو محدود في مسار العلاقات الروسية الامريكية وما هي المعجزة التي تحدث عنها مدفيدف وقد تفك شفرة هذا التأزم في العلاقات الامريكية الروسية تكتبها واشنطن بفرض عقوبات اضافية على موسكو صوت عليها الكونغرس بالاغلبية واقرها الرئيس دونالد ترامب تحت ضغط الداخل الامريكي رغم وصفه لها بالمعيبة صفحة جاءت في الاتجاه المعاكس للمؤشرات على تقارب امريكي روسي منذ وصول ترامب البيت الابيض ولقائه الرئيس دولاديمير بوتين على هامش قمة العشرين الشهر الماضي ومن قبل من خلال تبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين العقوبات الامريكية الجديدة على الدب الروسي اتت بسبب مزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة فضلا عن ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من اوكرانيا وتستهدف العقوبات الشركات التي تقوم بالعمل مع الجيش الروسي والاستخبارات الروسية او التي تعمل في مجال النفط بروسيا وبعد توقيع ترامب على القانون جاء الرد الروسي على لسان متحدث باسم الكريملين الذي قال ان توسيع العقوبات الامريكية لن يغير من سياسات روسيا وهو ما اكده ايضا مندوب روسيا الجديد لدى الامم المتحدة قانون العقوبات الذي اقره الكونغرس الامريكي اسند الى اتهامات عبثية والشيء المثير ان بعض المسؤولين الامريكيين يقولون ان هذا تشريع قد يشجع روسيا على التعاون مع الولايات المتحدة ارى ان هذا نوع غريب من التشجيع ان كانوا يظنون انهم قد يغيرون سياستنا فهم مخطئون فهذا القانون يضر بعلاقاتنا حتما لكننا سنعمل وفقا للظروف القائمة على امل ان يتغير يوما ما من جانبي قال رئيس الوزراء روسي ديمتري منفيديف ان العلاقات الامريكية الروسية ستبقى متوترة بغض النظر عن تركيبة الكونغرس او شخصية الرئيس الامريكي مؤكدا ان تبني مثل هذه العقوبات يعني رفض واشنطن اجاد حل لاهم القضايا الدولية مما سيفاقم التوتر العالمي كانت موسكو قد استبقت قرار العقوبات الجديدة بخفض عدد العاملين في سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها بنحو ستين بالمئة وهو ما يعد اكبر نقلة دبلوماسية مؤثرة بين البلدين منذ الحرب الباردة وفي اجراء لافت يعكس مدى الغضب الروسي ويبقى القول ان العلاقات المرتبكة بين واشنطن وموسكو سيكون لها اثارها على المنطقة والعالم خصوصا على الملف السوري الذي شكل لقاء ترامبوتين فيه بارقة امل لحل الازمة التي دخلت عامها السابع وتزداد تعقيدها لبرنامج هون الرياض ياسر نجم اشتركوا في القناة النقاش في ملفنا الاول لهذه الحلقة من هنا الرياض ينضم الينا من واشنطن المؤنئب مدير معهد الشرق الاوسط دكتور بول سالم كما ينضم الينا من موسكو مدير مكتب صحيفة الحياة رائد جبر مساء الخير جميعا وابدى معك سيد بول سالم بين لقاء ترامب وبوتين في هامبورغ وإقرار العقوبات زمن بسيط ما رأيك او ما هي التأثيرات برأيك التي قد تجلبها مثل هذه العقوبات على العلاقات الامريكية الروسية والتي كان يبدو ان كيمياء بين الرجلين اقصد هنا ترامب وبوتين كانت موجودة بين هذين الرجلين ما التأثيرات المتوقعة لمثل هذه العقوبات لا شك ان سيكون لها تأثيرات واسعة ومهمة ولكن علينا ان لا ننسى ان الرئيس ترامب هو ربما اول رئيس اميركي عمليا هو صديق اذا لم نقل اكثر من ذلك لروسية وعندما اضطر الى يعني التوقيع على هذا القانون وهو اضطر لانه هناك اكثر من ثلثي اعداء الكونغرس يستطعون ان يصروا على هذا القرار يعني انتقد المشروع القانون او انتخذ القانون وقال انه حتى يخالف الدستور الاميركي ولكن هو مضطر ان يوقعه فلا تزال هناك اظن على ايجابية بين الرئيسين ولكن هذه العقوبات لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي والرد الروسي كان سريع وواضح ولا شك انه يعني يشكل برأي عقبة اساسية لحلحلة موضوع العقوبات المتعلقة بشبه جزيرة القرم ووضع اوكرانيا وقد يزيد الضغط على دول البلطيق ودول شرق اوروبا اما بما تعلق بسوريا اظن ان التعاون لا يزال قائم ومستمر هناك مصالح يشترك نعم دكتور ساتي على موضوع شرق الاوسط لا يترأس السلطة التنفيذية الامريكية ولا القوات المسلحة ساتي على هذه النقطة في وقت لاحق لكن دعني اذهب الى موسكو سيد رائد جبر اهلا وسهلا بك هل تتفهم موسكو او الكريملين هذه الاضطرارية من قبل الرئيس ترامب بمعنى اضطراره للتوقيع على مثل هذه العقوبات والضغوطات الكبيرة عليه من قبل الكونغرس وايضا النخب السياسية التقليدية في واشنطن نعم مساء الخير بداية لك ولضيفك الكريم يعني طبعا موسكو كانت تأمل ان لا يذهب ترامب بهذه الطريقة ان لا يتم وضعه في زاوية وان يظهر انه رئيس ضعيف ومعزول بهذه الطريقة هي تركت الباب مفتوح مواربة فترة طويلة لم ترد على ترد دبلوماسيين نهاية العام الماضي على فصادرة العقارات الروسية في الولايات المتحدة تركته لشهور على امل ان يتمكن من اخذ زمام المبادرة والاقتراب اكثر تحقيق على الاقل وعوده يعني ما كان يتحدث به منذ البداية انه هناك لا بد من التطبيع مع موسكو وفتح حوار بناء مع موسكو ما الى ذلك هو لم يتمكن من القيام بذلك لذلك اولا هناك خيبة امل كبيرة روسية باداء الرئيس الامريكي نفسه والنقطة الثانية انه عدم مراهنة كبيرة على انه ترامب يمكن ان يغير شيئا لانه هذا القانون الجديد الان بتا يقيد الرئيس الامريكي هو ليس قادر اصلا على اتخاذ قرارات يعني واليوم بالمناسبة مدفيدف اوضح هذه الفكرة تماما قال انه واحد من عناصر المهمة التداعيات المهمة لهذا القانون انه يجعل جزء يعني الرئيس تنازل عن جزء من صلاحياته التنفيذية لصالح الكونغرس ولن يكون قادرا على الاتراض في فترة لاحقة او الاقل القيام باي خطوات من شأنها ان تضعف من تطبيق هذا القانون لذلك التشبيه الان في روسيا وهذا امر اعتقد انه قريب جدا الى الصحة تشبيه هذا القانون بقانون جيكس السابق الذي كان يعني هناك قانون سابق كان يفرد عقوبات على الاتحاد السوفيتي بسبب هجرة اليهود وقر منذ العام 1974 ولم يتم التراجع عنه الا قبل سنوات محدودة نعم الان هناك تشبيه في روسيا انه نفس الموقف يتكرر لذلك هناك تطلق او يعني توقعات روسية بانه هذا القانون سيعمل لسنوات طويلة جدا نعم انت قلت ان سيد رائد قلت ان يعني الجانب الروسي يعني يخيب امله في الرئيس ترامب بسبب عدم قدرته على فرض ما يريد لكن تعرف ان ميكانزم اتخاذ القرار وطبيعة اتخاذ القرار في الكريملين تختلف عن البيت الابيض ويعني وصياغة القرار تختلف هل يمكن القول ان بوتين ربما يتخذ خطوة يعني اليوم يتخذ خطوة قوية تجاه تجاه ترامب لكنه يأمل فيما بعد ان يتم فتح نافذة اخرى يمكن ان تتحسن معها العلاقات بين الجانبين يعني روسيا ستذهب نحو محاولة التعايش مع القانون الجديد بمعنى انه احداث ثغارات معينة في التعامل معه موضوع فرض القيود على الشركات الطاقة تصدير الغاز الروسي الى اوروبا مقلق بالنسبة الى روسيا كان هو مقلق بالنسبة الى اوروبا يعني روسيا ستحاول ان تتعامل مع العقوبات الجديدة بطريقة اضعاف من تأثيراتها بالدرجة الاولى انما لا يمكن الان التراجع هذا امر واقع جديد الان مفروض ولا يمكن للرئيس الامريكي بالمناسبة ليس فقط ترامب اي رئيس امريكي لاحق يعني الكونغرس فقط بغالبية مريحة من حقه ان يقوم بتعديلات في وقت لاحق وهذا امر لا تعول عليه موسكو كثيرا حاليا نعم لذلك يبدو ان الخيارات محدودة امام موسكو ايضا نعم هناك فكرة انه لابد من الرد يعني ولووحت موسكو بانه ستفرد جملة من العقوبات الاضافية للرد يعني على مبدأ التعامل بالمثل لانه غير ذلك لن تكون قادرة على ابداء نوع من التكافؤ في علاقتها مع واشنطن نعم اعود الى السيدة والدكتور بول سالم دكتور يعني لماذا هذا الاسرار من قبل النخبة السياسية او المتخذي القرار او المشرعين الامريكيين على ضرورة تكبيل هذا القانون وجعله صعب التغيير حتى على الرئيس هل هناك اليوم يعني مزايدات على الكره تجاه روسيا بالرغم ان الادارة السابقة لم تكن على ود كبير بينها وبين موسكو لا منه موضوع كره يعني عمليا يعود الى امران يعني الى امرين اولا الموضوع الذي يعود الى شبه جزيرة القرم وضمه الى روسيا خلافا للقانون الدولي وزعزعت الاستقرار الاوروبي الذي كان مستقرا منذ يعني حتى في ايام الحرب الباردة وبعد الحرب الباردة يعني خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتهديد اوكرانيا الشرقية وحتى تهديد ربما استقرار دول البلطيق وايلا ما هنا لكذا امر يقلق الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة ويقلق حلفاء هؤلاء او الولايات المتحدة بشكل عام في اوروبا الغربية واصدقاؤهم الجدد في اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية وهم اعضاء في حلف ناتو فهذا امر جوهري متعلق بالنظام الاوروبي العام وبالنظام العالمي والاستقرار العالمي وهذا لم يحل بعد الموضوع الثاني وربما الاخضر والاقرب الى الكونغريس هو يعني يبدو التدخل الواضح الروسي حسب كل وكالات الاستخبارات الامريكية وهي غير ليست حزبية ان روسية عمليا تدخلت وحاولت اكثر ان تدخل ان تتدخل وتؤثر على الانتخابات الامريكية وربما ربما تعاونت مع حملة الرئيس ترامب دخلت على الاميل للحزب الديمقراطي وكل هذه القضايا وهذا اول يعني تدخل من نوعه في انتخابات امريكية وتدخل يبدو ربما انه اثر في مساء الانتخابات الرئاسية هذا امر خطير وخطير جدا بالنسبة للكونغريس الامريكي وأظن ان يعني الامور التي يعني الزمت الرئيس الامريكي الرئيس ترامب ولم تسمح له ان يكون هو له يعني الصوت الترجيحي في هذه العقوبات ان حزبه الجمهوري واكيد الحزب الديمقراطي لا يثق بالرئيس ترامب بما يتعلق بالموضوع الروسي لا يثقون به فكبلوا يديه لانهم لا يثقون به وهذا اظن امر خطير يعني نشير ايضا ان الرئيس ترامب يعني بازاحته لرئيس اركانه راينس بريبوس الذي كان عمليا ممثل الحزب الجمهوري في البيت الابيض تم ازاحته في الاسبوع الماضي فنوعا ما بالوقت الحاضر الرئيس ترامب ليس له يعني رابط او صلة يعني صلبة بالحزب الجمهوري فيعني الحزب الجمهوري والرئيس في حالة يعني قلقها بالوقت الحاضر هذا التكبيل برأيك دكتور بول سالم قد يؤثر عمليا على اي خطوة سياسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه كثير من الملفات منها القضايا في منطقة الشرق الاوسط وابرزها الملف السوري لا لا اظن يعني اولا هذا القرار يعني متصل بالعقوبات وهذه عقوبات فعلا يعني تؤثر على روسيا والاقتصاد الروسي وسترد روسيا يعني ردت ديبلوماسيا بطلب رحيل العدد كبير من الديبلوماسيين الامريكيين وقد ترد في اشكال اخرى ولكن لا ننسى عدة امور اولا ان الرئيس ترامب الموقف الذي يأخذه من هذه العقوبات يشبه الموقف الروسي انها يقول هذه عقوبات سيئة وتضرب العلاقات الامريكية الروسية وواضح ان رئيس جمهورية الولايات المتحدة هو ضد هذه العقوبات هذا امر مهم رئيس جمهورية صحيح لا يستطيع ان يلغي هذه العقوبات ولكن هو رئيس السلطة التنفيذية والسلطة العسكرية والسلطة الاستخباراتية لا تزال كل هذه السلطات في يده اما بما تعلق بالشرق الاوسط والساحة الاساسية حيث هناك تواجد روسيا اميركي هو في سوريا وكما اشارت ربما سابقا انه برأي التعاون الروسي الاميركي الذي يعني بدأ جليا في اتفاق الذي حصل في جنوب سوريا بين الروسية والولايات المتحدة والاردن ونحن على تواصل هنا مع مسؤولين امريكان في القوات المسلحة ومع خبراء روس نلتقي معهم في اوروبا وعواصم اخرى يعني لا شك ان الولايات المتحدة وروسية يعني وصلوا نوعا ما الى رؤى تقريبا يعني قريبة بما تعلق بسوريا الولايات المتحدة لا ننسى الاسبوع الماضي الغت مشروع دعم المعارضة الذي كان يأتي من خلال المخابرات الامريكية الولايات المتحدة الان تعمل في شمال سوريا لتحرير مدينة الرقة بالتعاون مع القوات الكردية عمليا وهذا يعني برضى روسي عمليا ولن يكون بالضرورة ضد ارادة روسية بالعكس هناك رضى اميركي ان تدخل قوات النظام مع دعم روسي الى دير الزور تبقى قضية ادلب هي القضية العالقة اذا التناغم الاميركي الروسي في سوريا مستمر لا يوجد مصلحة روسية لتعطيل هذا المسار لكي تقول انها تعاقب الولايات المتحدة لا هذه مصلحة روسية برأيي ستستمر في الملفات الاخرى لا يوجد يعني فعلا سأعود لك دكتور بول اذا سمحت لي موضوع قطر ليس موضوع كبير بالنسبة للملفات الاخرى سأعود لك مرة اخرى دكتور بول سالم لكن دعني اذهب الى موسكو الدكتور بول سالم سيد رائد يقلل من اهمية او تأثير هذه العقوبات وهذه الخطوات القوية والقاسية على روسيا تجاريا واقتصاديا ويقول انها لن تؤثر على ملف السوري تحديدا لان لا مصلحة لموسكو في تعطيل او ابطاء اي عملية سياسية ستجرى او ستجري في سوريا هل تتفق مع هذا مع هذا الطرح مع العلم ان كثير من المحللين يقولون ان ما يجري في سوريا هو انعكاس واضح منذ البداية انعكاس واضح لما تم اتخاذه تجاه موسكو بعد احتلال القرن دعم اتفق تماما في الواقع عن انه لن نشهد تداعيات كبيرة في سوريا بسبب التدهور الجديد في العلاقات الروسية الامريكية يعني الرؤية الاساسية ان هناك لا توجد خلافات كبيرة بالمناسبة في سوريا الخلافات في جوهرها بين واشنطن وموسكو تصب في شكل التسوية النهائي يعني مصير الاسد الدور الايراني تفاصيل التسوية النهائية انما الوضع الحالي لا توجد خلافات كبيرة وهناك تقريبا تسليم امريكي بالدور الروسي في سوريا هذا ظهر من خلال حتى موضوع اتفاق الجنوب عندما تسلم واشنطن بان الشرطة الاسكرية الروسية هي التي ستنتشر في الجنوب وستراقب التحركات ووقف اطلاق النار وما الى ذلك هذا تسليم عمليا بالدور الروسي كاملا على الصعيد الميداني على الصعيد السياسي للتسوية النهائية ما زال من نبكر الحديث لا يوجد اتفاقات لذلك لن نشهد دفعة سياسية كبيرة لتسوية نهائية على الاقل على المدى المنظور في سوريا ميدانيا لا توجد خلافات كبيرة كما قلت حتى في اسوأ مراحل العلاقات بين البلدين عندما اوقفت موسكو التعامل باتفاق السلامة الاجواء يعني بمعنى وقف التنسيق الطيران حتى في تلك اللحظات كانت قنوات اتصال عسكرية ودبلوماسية تواصل العمل بين البلدين لذلك لا يمكن طبعا استبعاد انه الان سيتم مواصلة التعاون والتنسيق لدى البلدين قوات عسكرية في هذه المنطقة لدى البلدين حلفاء في سوريا لذلك هناك مصلحة مشتركة لدى كل من واشنطن وموسكو بمواصلة التنسيق ومواصلة الاتصالات كما قلت قبل قليل بعيدا عن الوصول الى تسوية سياسية لانه هذا امر ليس متفقا عليه حاليا حتى الان على الاقل في ملفات اخرى هناك خلافات كثيرة ستكون وستهدد ستتعرقل بعض الملفات طبعا بسبب هذا التدهور مثل ماذا سيد رائد لن يكون هناك تأثيرات واسعة لهذا التدهور مثل ماذا هذه الملفات الملفات الاخرى الملفات الاخرى يعني مثلا نحن على صعيد على صعيد كوريا الشمالية مثلا روسيا بدأت تلمح انه ستلعب دور تعطيلي لأي تحرك امريكي في مجلس الامن على صعيد الملف الايراني ايضا موسكو لديها تحفظات كبيرة على الموقف موقف ادارة ترامب من ايران ومحاولة التصعيد مع ايران يعني مجموعة من الملفات اوكراينا طبعا ستكون هناك مشكلات الآن بدأت الولايات المتحدة تتحدث عن تصدير اسلحة الى كيف بينما موسكو تعارض هذه الخطوة بشكل قوي التنافس على النفوذ في منطقة بحر البلطيك والجمهورية السابقة في منطقة البلطيك واضح وقوي نشر الدرع الصاروخية الامريكية علاقة مع حلف شمال الاطلسي كل هذه قضايا سوف تشهد تعقيدات مختلفة إنما الملف السوري قد يكون أسهلها بالنسبة الى العلاقات الروسية الأمريكية نعم أعود إلى واشنطن دكتور بول يعني يتحدث سيد رائد ويقول أن أحد الملفات التي قد تشهد تأثرا أو انعكاسا لربما العلاقات الصعبة التي تمر بها واشنطن وموسكو هو الملف الإيراني هل تتفق مع هذا الطرح بمعنى أننا قد نشاهد عدم يعني نجد مجابهة كثيرا من الكريملين تجاه أي خطوات قد تتخذها إدارة ترامب التي تتعامل بشدة مع إيران وأنشطتها المزعزعة لأمن المنطقة ومنها أيضا في موضوع سوريا أو على الأراضي السورية يعني أولا التباين الكبير بين روسيا والولايات المتحدة بالنسبة لإيران التباين يعني قائم قبل الأزمة الأخيرة أو قانون العقوبات يعني روسيا تنظر إلى إيران كنوع من صديق أو يعني نوعا ما حليف لا شك في الموضوع السوري هذا أمر واضح ولكن كدولة مهمة في إدارة موضوع يعني المخاطر في آسيا الوسطى ودول آسيا الوسطى وتنظر روسيا إلى إيران كدولة إقليمية كبيرة يوجد مصالح اقتصادية مشتركة بين روسيا وإيران منها متعلقة ببيع الأسلحة منها متعلقة ببيع في قطاع النووي المدني وليس النووي العسكري وروسيا لا تريد أي خلاف أو خصام مع إيران بينما الولايات المتحدة وهنا إجماع بين الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض وحتى القوات المسلحة الأميركية ينظرون إلى إيران بالمنظار العداوة ولكن مع هذا كله يعني ننظر إلى إدارة الرئيس ترامب لم تلغي الاتفاقية النووية دول خمسة زائد واحد مع إيران أعطتها يعني يعني شهادة صحة ولو مؤقتة صحيح أنها تهدد أن قد ربما تتراجع عن هذا الموقف في الأشهر القادمة ولكن بخلاف وعود المرشح ترامب لم تلغي هذه الاتفاقية في العراق الولايات المتحدة عمليا تقاتل إلى جانب يعني قوات الحشد الشعبي وجزء من قوات الحشد الشعبي هي يعني قوات جزء منها متحالف أو حتى مدعوم من إيران في سوريا كما قلنا نعم يعني الولايات المتحدة عمليا سلمت بشكل عام بالأمر الواقع أنه النظام بشكل عام باقي الوجود الإيراني يعني لا يرضي الولايات المتحدة ولكن بشكل عام باقي كما الوجود نعم لكن لكن دكتور بول إذا سمحت لي تحاول الولايات المتحدة وربما بتعاون روسي أن يعني يكون هناك تحجيم للوجود الإيراني لكن هذا التحجيم دكتور بول قد لا يمضي بسهولة يعني لو لم تكن هذه العقوبات أو لم تسوء هذه العلاقة بين الجانبين يعني ربما اليوم يكون هناك رغبة روسيا في معاندة ومشاكسة ومعاكسة الرأي الأمريكي والإدارة الأمريكية والكونغرس والمؤسسات العسكرية أيضا الأمريكية في رأيها تجاه إيران يعني أظن أن قد نصف الوضع أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسية قد نصفها بالحرب الباردة ولكن فقط على الساحة الأوروبية وهذا أمر بحد ذاتي خطير ومهم ومتعلق بأمن أوروبا ولا ننسى أن الحروب العالمية الماضية نشبت في أوروبا فلا نقلل من أهمية هذا الوضع من أوكرانيا إلى دول بلطيق وجورجيا ومستقبل حلف ناتو والتوسع الروسي وكل هذه الأمور أما بما تعلق بسوريا تحديدا يعني نختصر الوضع بالقول كما قال الزبيل من موسكو أن عمليا الولايات المتحدة تسلم وتبارك لروسية عمليا يعني انتصارها في سوريا لا تزاحمها هذا الانتصار الولايات المتحدة تريد أن تتغلب على داعش فقط في مدينة الرقة وليس لها أي اعتراض أن توسع روسيا من نفوذها في سوريا ويعني تكسب هذا المكسب فالمصلحة بالتعاون الروسي مع الولايات المتحدة في سوريا هو لإتمام الانتصار الروسي إذا جاز التعبير والهم في الجنوب السوري ليس هم روسي بما تعلق بالولايات المتحدة بقدر ما هو هم متعلق بالعلاقات الروسية مع الرئيس نتنياهو في إسرائيل ومع الملك عبدالله في الأردن إذن روسيا لاستتباب نفوذها في سوريا عليها أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار أصدقائها في إسرائيل وأصدقائها في الأردن وهناك موضوع جنوب سوريا هو مهم مهم جدا إذن لا أظن أن العلاقات السيئة بين الكونغرس الأميركي وروسية سيؤثر سلبا في سوريا نعم نعم شكرا لك دكتور بول سالم من واشنطن شكرا لك أستاذ رائد جبر من موسكو نتابع فيه هنا الرياض بعد فاصل قصير عملية تبادل للمحتجزين بين ميليشيات حزب الله وميليشي جبهة النصرة بعد هدنة تقضي بخروج مسلحين ومدنيين من اللاجئين السوريين من عرسال إلى الشمال السورية موسيقى 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 أسبوعا لإنهاء المعركة التي صورها ما يسمى حزب الله بأنها معركة مفصلية في تاريخ المنطقة ولبنان ومنذ الخميس الماضي بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين ميليشيا حزب الله وميليشيا فتح الشام المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة بوقف المعارك في جارود بلدة عرسال الحدودية مع سوريا شرق لبنان أردت وسائل الإعلام اللبنانية كما الوكالة الوطنية للإعلام أن المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم توصل الاتفاق من أجل وقف إطلاق النار في عرسال بدأ تطبيقه رسميا عند الساعة السادسة وينص على أن يتوجه عناصر النصرة وعوائلهم إلى مدينة إدلب شمال غربي سوريا خمسة ألاف مسلح ومدني غادروا منطقة عرسال وجارودها عصر أمس وصعدوا في 113 حافلة تجهت نحو فليطا السورية لتعبر نحو الشمال السوري مشيطا إلى أن مدنيين الذين كانوا قد سجلوا أسماءهم في قوائم الراغبين بالمغادرة تراجعوا عن الخطوة بسبب الغلاء الفاحش في المعيشة في إدلب وندرة فرص العمل والتهديدات الأمنية التي تحيط بالمحافظة طويت صفحة جرود عرسال بخروج مئات مسلحي جبهة النصرة منها مع خمسة ألاف أسرة سورية نازحة من عائلات المسلحين ومن مدنيين سجلوا أسماءهم لدى الأمن العام اللبناني طلبا للمغادرة بحافلات أقلتهم إلى الداخل السوري الجيش أكدت قيادته أنه سيبسط سلطته الكاملة على كل المنطقة الجردية من دون أي مظهر مسلح لأي جهة كانت وحزب الله سرعان ما تكشفت نواياه الحقيقية بعد التفاوض مع جبهة النصرة لإطلاق أسراه الثبانية لديها انتقاس بالسيادة يعني انتقاس بالحالة الوطنية انتقاس بالوفاق الوطني وآمر السلم والحرب وآمر الحرب بإرسال وغير إرسال سابقا بجنوب لبنان ورات لبنان بحرب كبيرة حزب الله حرر أسراه وجبهة النصرة كان لها أيضا ما أرادت بأن انتقل قيديها ومسلحوها بأمان إلى الداخل السوري تجربة جرود عرسال لن يقبل الجيش اللبناني أن تتكرر في جرود رأس بعلبك والقاع حيث يستعد الجيش ولوحده لمقاتلة داعش مزودا بغطاء رسمي واسع نحن مكملين في معالجة هذا الوضوع فيما يخص كمان داعش لأنه نحن ما حنقبل أن يكون فيه أي نوع من الإرهاب على أي أرادة لبنانية وهلأ ان شاء الله الجيش نعم يدرس ويشتغل على أساس أنه يكون فيه شيء قريبا وهذا شيء متناقش مع الجيش اللبناني في الثاني من أغسطس قبل ثلاث سنوات استولت جبهة النصر على أراضي جرود عرسال وفي التاريخ نفسه خرجت أمس تركة وراءها ارتياحا لتحرير الأرض وشكوكا حول توسع أجندة حزب الله وحساباته الإيرانية حزب الله يعمل على تثبيت دعائم دويلته الخاصة على حساب الدولة اللبنانية لكن الموقف الرسمي واضح بالتشدد بأن لا شرعية تتخطى إرادة الشرعية اللبنانية أمنيا وسياسيا لبرنامج هونالرياض مرسل كرم الإخبارية بيروت موسيقى 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 يتعمق في هذا المحور الخاص بمعركة الجارود وانتهائها ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي في الشرق الأوسط يوسف دياب كما ينضم إلينا من بيروت أيضا الباحث الاستراتيجي والمحل السياسي ناجي ملاعب وينضم إلينا كذلك من القائر الخبير العلاقات الدولية الدكتور أحمد سيد أحمد مساء الخير جميعا وأبدأ معك سيد يوسف يعني المعركة الجارود تنتهي في أسبوع ربما كان الكل يتوقع الحشد الإعلامي والعسكري الذي صوره حزب الله على اعتبار أن هذه المعركة مصيرية وبغطاء من الدولة اللبنانية تنتهي هذه المعركة بشكل يعني دراماتيكي إلى ترحيل وإجلاء المدنيين ربما قبل الإرهابين من جبهة النصرى كيف ترى انعكاسات هذه المعركة على مسار الأحداث في لبنان تحديدا يعني لا شك أن قضية جرود عرسال تركت تداعيات على الداخل اللبناني وكل اليوم يعيش آثارها سواء كان بالنسبة لتقييم الذي خلصت إليه المعركة أم بالنسبة للآثار السياسية والتجاذب الذي حصل في الداخل اللبناني من الواضح أن حزب الله يعني كبر حجم البعبع في جرود عرسال هو كبر حجم المعركة صور أنه يقود حرب مصيرية بوجه تنظيم قال لأنه تنظيم إرهابي يحشد آلاف المقاتلين ويحشد أسلحة ومتاريس وأنفاق وخنادق ولكن تبين يعني بعد يومين من المعارك أن حزب الله نحب اتجاه خوض مفاوضات مع تنظيم جبهة النصرة في جرود عرسال وتبين يعني للأسف أن المعركة التي دارت في جرود عرسال صحيح أن كانت الأغلبية فيها العددية والتسليحية والكفاءة البشرية تميل لحزب الله ولكن إذا ما قصنا الخسائر البشرية نرى أنها متكافئة يعني حزب الله خسر حوالي 22 مقاتلا في هذه المعركة بينما يعني يكاد تكون جبهة النصرة خسرت نفس العدد وهذا يعني أمر غريب أمام الدعاية الكبيرة التي كنا نعيشها اللافت أيضا أنه بعد أن هدأت غبار المعركة وصعد الإعلام إلى جرود عرسال ليصور ما يوجد هناك فجئنا بأنه لا وجود للتحصينات المخيفة التي تحدث عنها حزب الله لا وجود لأسلحة ثقيلة الخنادق التي تحدث عنها تكاد تكون دعاية أكثر مما هي واقع والأنفق كذلك لذلك اليوم يبدو أن البروباغندا التي ساقها حزب الله لم تؤدي غرضها لأن المفاوضات التي ذهبت إليها الأمور فجئنا بها أن حزب الله لم يفاوض من منطق المنتصر لأن تنظيم جبهة النصرة فرض شروطه في المعادلة هو أجبر الدولة اللبنانية على إخلاء سبيل أشخاص متهمين بأعمال إرهابية اعتدوا على الجيش اللبناني وكانت مسألة أطلاقهم من المحرمات فجئنا بأن الدولة مرغمة قبل نعم هذا السؤال أنتقل به إلى سيد ناجي وإخرجت سبيل هؤلاء الموقفين نعم تعتقد أنتقل إلى سيد ناجي سيد ناجي أهلا وسهلا بك هل تعتقد أن ربما الحزب على مسار أو بمقياس خسارة الجنود إن قلنا تكافأ مع جبهة النصرة لكن ربما هناك خسارة سياسية سجلت للحكومة اللبنانية علاوة على تغطيتها لحرب ربما تكون مشبوهة وأيضا إطلاق سراحة إرهابيين من سجون مرغمة من أجل يعني صفقة أشرف عليها وأعدها حزب الله نعم ما تتفضل به صحيح جدا لأن إذا تكلمنا عسكريا هذه المعركة خيضت بشكل نباد يعني بشكل رسور يعني تم ضغط هؤلاء المقاتلين للنصرة من ناحية تلال فليطة ومن ناحية تلال يونين وحصروا جميعهم كما قال السيد يوسف أنه لم يكن هناك خطوط دفاعية وخنادق وحصروا جميعهم في بقعة لا تكثر عن خمسة كيلومتر مربع في هذه البقعة كان المقاتلون موجودون هناك يعني هؤلاء المقاتلين قتلوا من الجيش اللبناني ومن قوى الأمن الداخلي هؤلاء هم مرهابيون ومطلوبون للدولة اللبنانية هؤلاء يجب عدم التسليم لهم بل بالعكس يجب تسليمهم إلى الجيش اللبناني هذه الفرصة لم يكن هناك من برد أبدا الجيش اللبناني أو قوى العميد مدير الأمن العام لواء مدير الأمن العام أن يفاول في هذا الموضوع وصحيح أن حررنا تلال واستعدنا أراضي ولكن عندما أصبح هؤلاء بيد وقرب الجيش اللبناني ما كان يجب أن يسمح لهم بالمغادرة وحتى عن طريق أرض لبنانية نعم سيد ناجب برأيك أن المعركة المرتقبة في أحد الجيوب القريبة هل تعتقد تحريرها من تنظيم داعش قد نشاهد نفس السيناريو أم سنشاهد معركة طويلة تأخذ أيام وربما شهور لأن ربما حزب الله لم يغطيها أو لم يغطي تفاصيلها أو لا تهمه على أقل تقدير نعم إذا جئنا إلى الكفاءات العسكرية الجيش اللبناني كفوق لدرجة أنه يستطيع تحرير ما تبقى من أرض محتلة له من قبل داعش أو كان يستطيع تحرير هذه الأرض من النصرة ولكن ما يبدو أن هذه المنطقة المسيطرة عليها من داعش تمتد إلى ريف حمص وريف حمى وبالتالي هي ضعفي الأرض التي كانت تحتلها جبهة النصرة وهذه المنطقة كونها ممتدة في الداخل السوري هناك تداخل لا يستطيع الجيش اللبناني أن يتجاوز الحدود اللبنانية في قتال هؤلاء لذلك فإن هذا القتال هو ما اعتمده الجيش اللبناني حتى الآن هو شل القدرات هؤلاء في هذه المنطقة الجردية لعدم تمكينهم من الاقتراب من الأماكن السكنية هذه المنطقة تختلف عن تمركز قرب عرسال لا يوجد هناك أي تواجد للنازحين أو للأماكن السكنية سوى بالسهل وبمكان بعيد جدا لا يطاله مدفعية أو قدائف هذه الجبهة جبهة داعش لذلك فإن القتال هناك قد يستغنى عنه إذا ما تمكن الجيش اللبناني من التفاوض مع هؤلاء وأبعادهم عن الحدود اللبنانية وأشغالهم في الحدود السورية مكان مشكلتهم أنتقل إلى القاهرة سيد أحمد أهلا وسهلا بك تعتقد أن حزب الله نجح في هذه المعركة على مستوى الأجندة تطهير هذه المساحة الجغرافية ربما المهمة والاستراتيجية من أي لاجئين سوريين قد يشكلون عائقا في حال قيام بأي صفقة في إطار ما يسمى المناطق الآمنة يعني بداية الصفقة التي تمت بين حزب الله وبين جبهة النصرة هي كما قلت يا صفقة مشبوهة وتحمل العديد من الألغام أولا لأنها تمت بين منظمتين إرهابيتين بعيدا حتى عن الفاعلين الدوليين وأنما تمت بينهما الأمر الثاني والأخطر وهو المهم أن طبيعة المعركة في أسبوع والتمثلية والمسرحية التي تم الإعداد لها من قبل حزب الله ومحلفائي هي بتضع علامة استفهام خطيرة حول حتى الآن ما هو دور جبهة النصرة يعني جبهة النصرة من الواضح أن عندما منظمة داعشية أو تتبع القاعدة منظمة سنية تتحالف مع تنظيم شيعي وبيصير علامة من التساؤلات حول دور جبهة النصرة فتح الشام في معركة أو في أسرع السوري منذ عام 2012 هذه الجبهة استخدمت حتى الآن كأحد الأدوات الأساسية للتغيير الديمغرافي في سوريا استخدمت كبعب أو فزاعة من جانب العديد من أو المحور الإيراني الروسي حزب الله لتحقيق مغارض النظام السوري الذي هو لا يشترك في المعارك وإنما حزب الله وإيران وروسيا يقومون بنيابة عنه ولذلك عندما استبعدت إيران من الاتفاق الجنوب وشعرت أنها سحب البساط من تحت يديها رمت بكل سقلها على حزب الله واستخدمت جبهة النصرة التي تحلفت وهي من الباطن المتحلفة مع هذه التنظيمات والمولايشيات لتحقيق نوع من التغيير الديمغرافي لإفساح المجال للمحور الإيراني والسيطرة على محور القلمون عرسال وحتى ريف حلب وفي حلب في الشمال بيعكس دلالات وعلامات استفهام حول هذا التنظيم الإرهابي حول هذه الصفقة حول ما تكون بي حزب الله حول من المستفيد حقيقة من هذا الصفقة أو تدعيات المترتبة عليها بالطبع حزب الله لم يكسب معركة ولم يكن بأمر شيء تمثيلية ومسرحية حتى ضغط على استخدام نفوذي وقواته في الدولة اللبنانية لإخراج السجناء من سجن القلمون من سجن الرومية ببيروت وحاول أن يحقق أهداف ليس لبنانية كما ادعى ولكن أهداف إيرانية أهداف سورية لبسط نفوذ النظام في إطار نوع من التوزيع أو تكريس النظام الفدراري هذا أيضا ليه نستطيع أن نفصله عن ما يتم في الساحة السورية هناك اليوم اتفاق شمال حمص في ريح حمص تفاقودنا وقبلها الوطا الشرقية كل هذا بيعكس الدلالات وصراع النفوذ من إيران من ناحية بعد أن تمت الحياتها وما بين روسيا وبين أمريكا التي تركز فيها الشمال مع الأقراض وفيها الجنوب حماية الإسرائيل وبيعكس دلالات خطيرة على مستقبل سوريا وعلى الوضع السياسي وأي صيغة مستقبلية لسوريا نعم أعود إلى يوسف دياب في بيروت أستاذ يوسف مسؤول في ما يسمى حزب الله يقول سنسلم جارود عرسال للجيش اللبناني عندما يصبح قادرا على ذلك لأن أمامه معركة مواجهة داعش وقبل قليل السيد ناجي ملاعب يقول أن هذه المعركة مع داعش المنتظرة أن يقودها الجيشية معركة ربما كأنها طويلة وقد تمتد إلى الداخل السوري هل تعتقد أن ما يسمى حزب الله يدرك تعجيز أو يعني أن هذه المهمة يوجد أو هي مهمة تعجيزية وبالتالي لن يكون هناك تسليم للجارود للجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية طبعا أستاذي هي مسألة الحديث عن تسليم جرود عرسال إلى الدولة اللبنانية هي مجرد تسويق لفكر سياسي لا ينطبق على الواقع على الأرض معلوم كما تفضل الدكتور أحمد من القاهرة أن حزب الله اليوم خاض معركة جرود عرسال لأهداف سياسية معروف أن اليوم سوريا ارتسمت فيها معالم التقسيم أو الفيدرالية معروف جنوب سوريا أين أصبح شرق سوريا وشمالها أين أصبح تبقى سوريا المفيدة التي تسيطر عليها عسكريا وفعليا هي روسيا وإيران ولا شك أن حزب الله هو أحد أقوى الأذرع العسكرية الإيرانية في المنطقة لذلك اليوم حزب الله كان يهمه مسألة تطهير جرود عرسال من تنظيم أو من جبهة النصرة ليس لتسليمها إلى الدولة اللبنانية وهذه دعاية لا يمكن أن تمر حزب الله أعلن قبل أيام يومين تقريبا أنه أقام دقاط مراقبة ومراكز ثابتة وأجهزة تدقيق إلكترونية لذلك حزب الله لن يتخلى عن هذه النقطة الاستراتيجية لأنها تصل سوريا المفيدة بعمقه في الداخل اللبناني في منطقة البقاع اللبناني أما بمخص المعركة المرتقبة ما بين الجيش اللبناني وداعش كما تفضل حضرة العميد ملاعب يعني لشك أنها ستكون معركة طويلة لأنها معقدة جدا معروف أن الجيش اللبناني لديه دور مكلف به من الدولة اللبنانية ومن الحكومة بأن يحمي سيادة الأراضي اللبنانية وهو مكلف اليوم بطرد تنظيم داعش من وجوده على الأراضي اللبنانية شكرا لك سيد يوسف الدياب عذرا على المقاطعة لانتهاء الوقت شكرا لك سيد أحمد سيد من القاهرة سيد العميد ناجي ملاعب من بيروت أيضا شكرا لكم أعزائي المشاهدين هدئي هدئي من الحماد نراكم الأسبوع المقبل هنا الرياض موسيقى 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 موسيقى